نقفل الجين هل دي طريقة تعتبر جديدة؟ ده اسمه العلاج الموجه أنا لما بجاء عالج كل مرحلة أو كل نوع من سرطان السادي ده بعالجه بطريقة خاصة به هو ده بيسموه Personalized Medicine أو علاج موجه للمرض ده احنا قلنا فيه ثلاث أنواع النوع الهرموني ونوع الهيرتو إيجابي والنوع السلبي النوع الهرموني ده ده يمثل تقريبا 70% من سرطان السادي وده الحمد لله أنه هو ده أخف نوع وأقلهم شراصة وده بيتعالج بالهرمون كعلاج أساسي ممكن لو أنا اكتشفت المرض في المرحلة الأولى المريضة دي ما تاخدش علاج كيميائي نهائي تاخد تعمل جراحة تحفظية مش استقصال السادي وبعدين علاج هرموني فقط ممكن علاج إشعائي معي لكن ما بياخدش علاج كيميائي وده أهمية الكشف المبكر إنه لو اكتشفت السيدة دي في المرحلة الأولى السيدة دي مش هتاخد علاج كيميائي خالص ونسب ارتجاع المرض مع العلاج الهرموني زيرو تقريبا لكن لو أنا اكتشفته في المرحلة الثانية أو الثالثة طبعا باخد كورس صغير من علاج كيميائي وبعد كده باخد كورس علاج هرموني هنا العلاج الهرموني اسمه علاج موجه لأنه هيلعب على البروتين اللي أنا فحصته في الأول اللي هو بيشغل الخلايا اللي هو الاستروجين أو البروجسترون اللي وحنا قلنا في الأول قلنا بيزيد من الدهون أو بيزيد من المبيض ده أول نوع اللي هو الحمد لله ده أقلهم شراسة وده 70% من سرطان السادي النوعين التانيين الأكثر شراسة شوية اللي هو الهيرتو إيجابي أو السلبي اللي هو السرطان السادي السلبي نهائي ده اللي أنا مش عارف له علاج موجه ليه لكن النوع التاني اللي هو الهيرتو إيجابي ده فيه علاج موجه أجسام مضادة للجين ده لا خلينا بعد إذن حضراك نرجع للنوع الأولاني اللي هو بيمثل 70% لأن ده حاجة مطمئنة يعني حضراك ذكرت إن ده أخفهم شراسة ولو اكتشف بدري ممكن نرجع الشري خالص ولا ياخد علاج كيموي وناخد علاج كيموي حتى لو ما بياخدش علاج كيموي إلا في المرحلة التانية والتالتة أنا هفترض إن إحنا هناخد علاج كيموي حتى حضراك ذكرت إنه حتى العلاج الكيموي بيبقى خفيف كورس صغير كورس صغير وخفيف فده يعني إحنا أنا هنا بس أقف عشان نطمن الناس 70% من سرطان السادي علاج وسهل وبسيط وتحفظي زي ما حضراك قلت يعني مش هنشيل السادي إحنا هنشيل الورن بس وممكن مناخدش علاج كيموي وممكن مناخدش علاج كيموي أصلا تمام ودي أهمية الكشف المبكر كل شوية هنزدد الكشف المبكر دروني مهم جدا في السادي لأنه ده فرصته